شاهدين الكرام أهلاً وسهلاً بكم وحلقة جديدة من برنامج بيت القصيد في هذه المرة نذهب إلى سوريا التي أجبرت على الاغتراب لكن السوري يبقى حاملاً وطنه حقيبة فيها قصائده ودموعه وآلامه فيها ذكرياته التي لا ينفصل عنها يبقى حاملاً هذه الحقيبة أينما ذهب وارتحل مشاهدين في هذه الحلقة نستضيف الشاعر الأستاذ فاطمة كريم حللت أهلاً ونزلت سهلاً على بيت القصيد أستاذ فاطمة أهلاً بك حياك وبياك الله أستاذ مصطفى أشكرك على هذه الاستضافة وأتمنى أن أكون خفيفة الظل عليك وعلى المشاهدين الأعزاء في بيت الجمال هذا وأكيد أنت هكذا ولا شك في ذلك البتة في البداية وقبل الشعر وقبل النقاش دعينا نتعرف إليك قليلاً أو نعرف أستاذ المشاهدين عليك قليلاً حدثينا عنك في حدود ما تحبين أن نعرف تفضلي تمام اسمي فاطمة محمد كريم من مواليد سوريا ولدت في مدينة اسمها مدينة الثورة وهي على ضفاف الفرات وهو الاسم الذي أستخدمه أنا حللت أستاذ للغة العربية للناطقين بغيرها تخرجت في كلية الآداب قسم اللغة العربية جامعة دمشق درست الماجستير في الاختصاص عنه في جامعة إسطنبول أيضاً أكتب الشعر الفصيح والعامي والنثر عملت كمعدة ومقدمة برامج في قناة البابطن الثقافية ولدي ديوانان مطبوان النهر الصاعد إلى السماء الصادر عن دار رؤى وفي تراتيل الأنا الصادر حديثاً عن دار موزايك ولدي ثلاثة دواوين مشتركة مع جماعة شذرات الأدبية التي كنا قد أسسناها في الكويت جميل جداً وقبل أن نستمع إلى أولى القصائد التي ستشنفين ذاننا بها أستاذ فاطمة حبذ فقط أن نتعبكم قليلاً يعني يفضل تثبيت العدسة التي من خلالها تطلون علينا ما أمكن ذلك تثبيتها بحيث لا ترتجف العدسة أثناء النقل قبل أن نذهب إلى موضوع هذا اليوم وهو المحرض والمحفز على كتابة الشعر والذهاب إلى الكثير من الأسئلة التي اتفقنا عليها قبل كل هذا نريد أن تفتتحي هذه الحلقة بقصيدة تفضل أستاذ فاطمة إن شاء الله مفتاح تائه في المجر وَأَتِيهُ فِيَّةَ وَأَتِيهُ فِيَّةَ فَأَطْرُدُ الْأَحْزَانَ مِنْ قَلْبِي عَلَى خَجَلٍ لِتَسْرُقَ مُقْلَتَيَّة يا سلام هيها تتدنيني تعاويذي من الآفاق شي وأطارد الأفلاك في محرابها لأشتت النور الذي ما عاد يعنا بالحصار ولا الحنين بخافقيا كم كنت مني حينها لكن ذئبا أحمقا طرد الكسوف وقال إني في الطريق إلى الخلود قطفت من شجر الوجود الضل حيا يا سلام فتنبهت شمس وولت تستغيث من الشروق على يدي ويح لشمس يزدريها الحلم في طرق الكؤوس وقد تزيى صدره في مرتع بجوار زاوية المجرة واستوى طيرا رماه الشوق من جسدي إلي أنا في زوايا الحرب أطلق مقلتي أنا في زوايا الحرب أطلق مقلتي تبني زوارقها المدينة لا سقوف تذود عن عبراتها وألملم الأفراح جاثية على حلمين حتى أنقذ الناجين من فاتورة الآتي لها قلمي ومحبرتي وآلام المسيح رأيتها تطفو هناك اللا وراء يحيطها واللا أمام يرجح المعنى على اللفظ السقيم أرنو إلى تفاحة المبنى فتسقط مقلتي وتغوص في الزمن اليتيم أعود للباب العتيقي يظنني البواب أحدب قد مسخت بزي أنثى أطلق الأبواب صنط العابرين يقذف المفتاح في يم لتنجيه يدي العذراء أتى المهدي تهرع للنجاة لتفتح المفتاح يسقط مرة أخرى جميل جدا أستاذ فاطمة والأجمل إلقاؤك المميز الذي يندمج مع كل مفردة ومع كل صورة تعبيرية بداية موفقة وأكيد تبشر بالكثير من القراءات الجميلة التي ننتظرها على أحر من الجمر وقبل أن نعود إلى الشعر من جديد دعينا نتحدث قليلا يعني لو سألتك أستاذ فاطمة عن الشعر في حياتك الخاصة حدثينا عن مكانه ومكانته تفضلي سؤال كبير الحديث عن تعرف الشعر طبعا هو حديث قديم جديد الشعر بالنسبة لي هو الخلاص أو نستطيع أن نقول هو فن الاعتراف الماورائي لما يعتري شعري من هواجس أستخدم فيه أدوات كثيرة أولها اللغة ثم يأتي الخيال والبلاغة والبيان والصورة وحسن السبك لا ما هو للك وأنت أعلم الشعر بالنسبة لي هو معادل موضوعي لما يحيط بنا في هذا العالم من سوء وألم هو متنفس ينجيني وهو يميزني وأميزه بالحساسية العالية جميل جدا الشعر يجعل مني طائرة العنقاء يا سلام يا سلام أستاذ فاطمة أنت تعلمين أن هناك محفزات معينة تستدرج الشاعر للكتابة لكن ماذا عن محفزات كتابة الشعر التي تفرض نفسها على فاطمة كريم نعم طبعا جميعنا نعلم أن القصيدة تتشكل على حسب الحالة الوجدانية والنفسية للشاعر إذا كان الشاعر مضطرب يركب البحر الهائج مثلا وإذا كان الشاعر هادئ ممكن أن يهرع إلى الأنثى أو إلى الحب أو إلى الحياة الجميلة الشاعر الحالم دائما يحلق في الفضاءات البعيدة كل هذه الحالات الوجدانية والنفسية التي يعيشها الإنسان تحفز طبعا على كتابة القصيدة نعم الشاعر كما نعلم يكتب في حالاته جميعا إذا أحب بشدة إذا غضب إذا طرب الشاعر الشديد الحساسية لما يدور حوله فمثلا الإنسان العادي يتلقى الصورة التي تمر أمامه لأنه يقول بدرجة واحد في المية أو واحد في العشرة يجب أن نضربها في عشرة عن الشاعر فهو يخرجها بعد ذلك بشكل قصيدته التي خرجت من روحه جميل جدا أستاذ فاطمة شعرتنا سوريا المتألقة وأنا أعلم وكثير من الموجودين في الوسط الشاري يعلمون أنك زوجة شاعر سوريا مجد سعدو ودعينا نتحدث هنا بكل صراحة وبساطة عن المعاناة أو الميزة حينما ترتبط شاعرة بشاعر كوني صريحة بالاعتراف الآن تفضلي ماذا السؤال يا أهوستاذ تفضلي طيب قولي ما تحبين نعم وتحياتنا للأستاذ ماجد أكيد وهو يبلغكم جميلة تحايا تفضلي سأكون صريحة أولا هناك جانب سلبي وهناك جانب إيجابي الجانب السلبي أظن أن جميع من جربوا هذه التجربة يعرفونه أن الطرفين هنا شديدة الحساسية يعني أنت تعيش في جو ملغوم نستطيع أن نقول الكلمة طريقة تحريك الشفى محسوبة عليك هذا أكيد هذه من الطرفين وليست على طرف واحد أكثر من طرف آخر لا لا من الطرفين من الطرفين الأمور تضرب بعشرة كما قلت قبل قليل أي حلكة أي تصرف لكن بالمقابل أيضا الشعور الجميل قبل أن تنطق به يصل يا سلام يعني لديك سند دائم في ظهرك يشعرك أنه معك دون أن تتكلم هذا إذا كان الطرف الآخر كماجد يعني شخص متفهم محب لطيف رائق إذا كان الشخص نزق فهنا ستكون كارثة بالفعل بأتقادك وأنت أم أكيد هل ستفرضين الشعر على أبنائك أم ستورثين الشعر لهم أم أنهم يعني سيفضلون مجالات أخرى كيف تقرأين هذه الفكرة بصراحة يعني هل الأبناء سيكونوا على خطى الآباء أم أنهم سيبحثون عن مجال آخر عن تجربة شخصية تفضلي تمام أنا سأتكلم عن تجربة شخصية الآن تجربة الشخصية تقول أن لدي طفلتان ينحواني نحو الشعر أما ابنتي الكبرى وابني الأوسط فهم بعيدون كل البعد عن الشعر ولكن كلغة عربية هم من الفصحاء يا سلام جميل جدا أما طفلتي ميس والين الشعر ولد معهما يا سلام جميل جدا هذا لا يمكنك أن تفرضه على إنسان إذن الشعراء قد يورثون الشعر لأبنائهم هذا ما فهمته منك أستاذ فاطمة أخيد حنسمع منك شعر جديد ولكن بدنا نطلع إلى استراحة قصيرة الآن شاهدين الكرام نخرج إلى فاصل قصير وبعده نواصل ابقوا معنا حياكم الله أعزائنا المشاهدين ولازلنا في هذه الحلقة من برنامج بيت القصيد معنا الشاعر فاطمة كريم حيا الله أستاذ فاطمة مرة أخرى نريد أن نستمع إلى الشعر من جديد تفضلي حياك وبياك الله دورة في مراي العشق ريشتي أنت ريشتي أنت والأناشيد في كيف أهديك للندى يا عصي ريشتي أنت خاطب الفجر عني ردني من فم الدجا يا حي بي جنون بي جنون لو مد جن حغرامي لأنار المدى وطبعي دجي يا سلام هل تراك ابتسمت للورد هل تراك ابتسمت للورد حتى آب من دهشة الصباح نبي مذ قبط الترابة أرنو ملاكا أي وحي سرى بكفي أي يا سلام جميل من معاني الطين الحكايات تنثى فصوتي منذ اقترفتك حي أول الذنب أول الذنب أن حلمي لما قطف الوقت ورده شفوي ردني ردني وانفض المسافة عني جنتي فيك ظلها عبقري لم نخن ألفت السماء لم نخن ألفت السماء اغتربنا قد أنوارنا البريئة غي كلما سقت للرؤى ما اقترفنا بعدتيهن أغاثني السامري دورة العشق دورة العشق في هواك ارتعاش فالمدى جمر والزمان ندي في مراياك ظل قلبي ناي فترنم لحن الصبا سرمدي يا سلام يا مرايا الوجود يا مرايا الوجود هذا حبيبي فاسكو به لك الجمال البهي واسكو به لك الجمال البهي ولك كل الجمال البهي أستاذ فاطمة لا فضفوك ولا عششاني أوك ما أجمله من نص وما أغربها يعني من فكرة إلا أنها تنسجم مع عمق ذاتي يخصك وربما يشترك معاك به كثيرون ممن يرون أنفسهم في مثل هذه القصيدة الجميلة أستاذ فاطمة عن فكرة أن هناك طقوسا شعرية تسبق النص الطقوس باعتقادك تسمع قصدا أم أن الطقوس يجب أن تكون عفوية كعفوية القصيدة أيضا والله أنا برأي ليس هناك طقوس محددة أو مقصودة تسبق عملية الكتابة جميل جدا أقوم بها لأستحضر الحالة الشعرية لا يوجد شيء كهذا يعني لابد فقط من وجود قلم وورقة أو هاتف محمول لتوثيق حالة الوحي الشعري لأن الشعر بالنسبة لي دفقة مفاجئة تأتي لتلم بحالة معينة كنت بها قد أحتاج أحيانا فقط لسريري وهدوء وباب مغلق يا سلام جميل جدا لكن ماذا عن نداء الشعر في نفسك أستاذ فاطمة أيكم ينادي الآخر لا شك أن هناك حالتين للنداء الأولى الشعر هو الذي يناديني جميل جدا فأصبوا إليه دائما هناك حالة شعرية تفاجئ الشعر وما أنا إلا استجابة لصوت الشعر الذي يسكنني جميل في مرحلة الإيحاء ولكن بعد ذلك تأتي المرحلة الأخرى وهي مرحلة تنقيح ما كتبت أو إعادة استجرار ما كتبت لا يمكن أن أظهر هذه القصيدة لهذا القارئ كما جاء في وهلته الأولى هناك الكثير من الأدوات أو نستطيع أن نقوم بجراحة لهذه القصيدة لتخرج جراحة تجميل جميل هذا المصطلح نعم جميل جدا لهذا المصطلح إذن أنت من الشعراء الذين يؤمنون بفكرة أن لحظة الشعر تفرض ذاتها وتأتي طوعا على الشاعر لا أن يبحث عنها الشاعر أو يعني يستحضرها بوعيه إنما هي تفرض ذاتها عليه في اللحظة المناسبة وبالتالي يستجيب الشاعر صحيح مصطفى شتان بين الأمرين وهذا يظهر حقيقة جليا للمتلقي عندما أنت تكتب قصيدة تأتيك وحدها تدخل قلب المتلقي دون استئذان أكيد أما إذا تطرقنا لموضوع قصائد استجالات على سبيل المثال يجدها القارئ دائما دمها ثقيل مصطمع غالبا نعم لأن حالة الوعي الحاضرة تكون بقوة حاضرة إلى جانب أن أسلوب الصنع يكون غالبا على فكرة الشعرية التي تكون منبعثة من عمق الإنسان ومن تجربة يعني يفرضها الشاعر عليه لا أن يستحضر أو أن يجذب الشاعر هو إنما ينبغي أن يلبي نداء الشاعر حينما يناديه دون تصنع أو تكلف أستاذ فاطمة نريد قصيدة جديدة قبل أن نواصل النقاش نعم أنا فقط أردت أن أقول أنني خط التجربتين حقيقة في كتابة النص الشعري لكنني أفضل التلقائية والعفوية وأشعر أن النصوص التي لم أتخذ قرار في كتابتها هي الأقرب إليه يا سلام وهكذا مشعراء الحقيقيون هم الذين يقدرون فكرة أن يناديهم الشعر لا أن ينادوه أو أن يقمعوه على رغم أنفه لذلك تكون قصائدهم عالية تفضلي صحيح سأقرأ قصيدة شروق يسترق الأنفاس عنوان مستفز بشكل إيجابي تفضلي نعم وهذه القصيدة كتبت على مرحلتين المرحلة الأولى كانت في وقت وفاة والدي وكان وحيداً في سوريا جزاك الله خيراً وهناك قصة حقيقةً مؤلمة لهذه الوفاة لكن أريد أن أسعد المشاهد في حلقة هذه ولا أريد أن أثقل عليه شروق يسترق الأنفاس تسول الريح إن الشعر يختنق تسول الريح إن الشعر يختنق كم قالها قلمي والخط محترق لو مد ليلته غصناً إلى بردا إذ أغوت الريح ذاك الماء مستبق تسول الماء ثم اخضع لبغيته إن الذين على ماء مشوا وثقوا بأن للأرض أحلاماً مخبأة ما بين أضلع بحر ضمها شفقوا يا عازف الحرش يا عازف الحرش إن خانتك أغنية يا عازف الحرش إن خانتك أغنية فاخرق معاجمها يا حب ذا الغريق اقرأ عليه صلاة الغائبين فلم يعصمك قلبك من طوفان من مرق اقرأ عليه صلاة الغائبين فلم يعصمك قلبك من طوفان من مرق تتأطئ الذكريات الحبر يصفر بس من يقنع الباب أن الوقت منغلق تحاصر الشوق أوراق يعلقها في مقبض سرقت أعصابه الغسق للتيه أنت تحاصر الشوق أوراق يعلقها في مقبض سرقت أعصابه الغسق للتيه أنت ألا تهديك أرغفة للساريات إذا ما خارت الطرق هذا الشروق هذا الشروق غبار أمدجا نزق يرغي ويزبد يضنيني وأحتريق نصفي غريق نصفي غريق ونصف ته من وجاع يا حادي الروح كيف الروح تنعتق إني إني وقد سال قلبي في المدى مزقا أقبل الكأس أم تستافني المزق يا الله ستون ستون جرعتها من دني مسغبة فأورقت أملا ما كاد ينبثق من مبسم العيد دنيا روحك بعثت من مبسم العيد دنيا روحك انبعثت يا حالما من رؤاك البوحة نسترق أتبعث الشوق غيما في مدامعنا أم يستبيح شغاف القلب من طرق هذا الشروق هذا الشروق كأن الريح تأكله وليس يدركه من ليس يختنق هذا الشروق كأن الريح تأكله وليس يدركه من ليس يختنق من ليس يختنق أسأل الله لوالدكم الرحمة ولكل من قضوا في سبيل هذه الحرية المرتقبة في سبيل الإنسان في سبيل ما يؤمن به من أفكار وأن يرحم كل أموات المسلمين وأن يكتب لكم أجرهم ولا يفتننا وإياكم بعدهم الحزن ملح الحياة أستاذ فاطمة وأنا هنا لا أريد أن أستدر دموعك أو أن أستدرجك إلى شيء من الأحزان ولكن الشيء بشيء يذكر أنت قلت إن هناك قصة لهذه القصيدة وقصة قد تكون مؤلمة ومحزنة أنت مخيرة لا مسيرة لك إن أحببت أن تقوليها أو أن نتجاوزها إلى ما وراءها من أسئلة وقصائد تمام القصة أن طبعا كلنا يعلم أحداث سوريا وما حدث في التورة السورية وكيف ذهب الصالح بالطالح أخي وعمره كان في الفصل الأول من السنة الأولى الجامعية كان في الجامعة وأخذ مع المتظاهرين إلى السجن اقتيد من هناك وقتل تحت التعذيب أسأل الله الله الرحمة وأبي مات قهرا عليه بعد أن هربنا جميعا من سوريا ووقي أبي مصرا أن يتشبث بجدران المنزل ومات حرقة وألما على أخي كان ما كان لعل هذا من الواجب والوقود والثمن الذي يدفعه كل المؤمنين بفكرة يعملون من أجلها ولعل ثمن هذه التضحية يكون ذخرا لمن يحملون اسمه ويقاسمونه هذا الوفاء في الدنيا وكذلك أن يكون له مرتبة سامية في الآخرة سواء لأخيك أو لأبيك أو لكل من يؤمن بفكرة الحرية ولزوم أن يعانق الشمس أعتذر منك ولكن أنت التي قلت إن هناك قصة للقصيدة وأنا خيرتك ما بين أن تقوليها أو أن نتجاوزها إلى ما وراء ذلك من الأسئلة دعينا نعود الآن إلى أسئلتنا أستاذ فاطمة عن أكثر المحفزات الإنسانية أو الواقعية التي تحرك فيك رغبة الكتابة الجديدة حدثينا عن المحفزات الواقعية والإنسانية في تجربتك الذاتية الآن هناك بعض الكتاب لديهم تقوص عند الكتابة عند كتابة النصوص الإبداعية نعرف قصة محمود درويش المشهورة كيف كان يحضر نفسه ويذهب وكأنه سيقابل عروسا ما في كتابته للقصيدة مرة تذكرت حادثة مرة عندما قابلت الشاعر الكبير رحمه الله محمد الماغوط وكنت أقوم ببحث عنه طرحت عليه السؤال ذاته فأجابني يا بنيتي الشاعر العربي الذي عانى الفقر والجوع وسلب الحرية لا يحتاج إلى محفزات هو متحفز دائما هو غاضب دائما هو يعني يترجم آلامه وأوجعه وأحلامه قصائد دائما ليس بحاجة إلى ملحات أو إلحاحات أو محفزات تقوده إلى الكتابة أو يعني توقظ به الرغبة لأنه شاعر غاضب دائما بحكم الواقع الصعب الذي يعيشه والمعاناة التي يتكبدها ويتعرض إليها طيب هناك قيم لا أعلم إن كنت تؤيدين ذلك أو تعترضين معه أو لديك رؤية معينة في هذا هناك قيم ينبغي أن يحافظ عليها وأن تظل حاضرة في الشاعر نعم صحيح هناك هناك مجموعة من القيم والأفكار الأخلاقية والمفاهيم العامة التي يمكن أن تسهم في صياغة المنظومة القيمية للشاعر نعم كما أن هناك قيم روحية مرتبطة بالعقيدة لا ينبغي أن تنتهك بحجة التجاوز الفن يا سلام طبعا هذا برأيي الخاص يا سلام جميل جدا إضافة إلى القيم الجمالية التي لا بد أن تسهم في بناء شخصية الشعر أو شخصية القصيدة على أنه منتج إنساني جمالي وهنا تكمن أهمية وخطورة توظيف الشعر سلبا أو إيجابا كما يظهر دور الشعر في المجتمع في تأسيس قيمه وأفكاره فلا بد له من أن يعي ويتحمل مسؤوليته في الشعر أو في نشر الوعي في المجتمع يا سلام أحسنتي أستاذ فاطمة على سيرة الحديث عن بعض القيم العالية التي تنسجم مع ديننا وتقاليدنا وعاداتنا وما إلى ذلك وأنك ضد أن يقوم شاعر ما بتجاوزها بدعوة الحرية المفرطة وحرية الإبداع فهذا كله مما لا يمكن أن يتقبله أي عاقل أو منتم أو غيور على عقيدته ودينه وكذلك محب لمجتمعه وعاداته وتقاليده يحضرني هنا قول شاعر عراقي كبير وهو صديق عزيز واسمه دكتور جاسم محمد جاسم العجة قال لي ذات يوم إن الشاعر الحقيقي هو الذي يستطيع أن يخترق الفضاءات وهو في داخل قفص هذا هو الشاعر الحقيقي والأصدق أحسنت وأحسن طبعا صديق محمد جاسم العجة له أسمى التحايا هو صديق الجميع نعم صحيح دكتور جاسم رجل كريم وشاعر فاضل مثلكم أكيد قبل أن نخرج إلى فاصل نريد قصيدة جديدة تفضلي أستاذ فاطمة إلى الشاعر من جديد في رحلة الأربعين الآن السر الجديد أنا منذ سنتين أصبحت في الأربعين تفضلي اقرأي ما تحبي في رحلة الأربعين نعم في الأربعين بنيت جسرا من حبال لا تموت عرشت فيه على النوافي لم أهن أبدا تفاصيل البيوت الجسر معتكف على نهر الهوى يصطاد عشاقا مشاعرهم بلا أوراقتوت ووقفت أرقب رحلة العود اليباسي يمشي مع التيار يضمر خطوه إذ لا رجوع ويجيئني صوت رهيف طالما أحببته أتحبني وأشاهد البتلات تسبح بالدموع تحتل مرتبة السمو على شغاف النهر تكتب صمتها خجلا وتفضحها الضلوع وتلومني للأفكار ما رمق الصبا رمشي وأسدل شعره الوضاء مرتعشا شروق ها إنني أستقبل الأحلام كالطفل الوحيد أشدني للشمس إذ أخشى النفوق أأظنني أهدي أأظنني أهدي إلى الأرض ابتسامتها أغانيا كيف تلتهم الحروق الفكرة الحمقاء تطفر إذ تجليها البلابل أو يغشيها غراب كثف الشرق ببوق يقتات مني يقتات مني بيت شعري كلما أشركته بمواسم الأفراح يهمس لي عقوق آوي إلى جسري أمشت غربتي الماء يلهمني قصيدا كل أحرفه سكوت في الغربي أنثر عمري الوراقي فوق النهر في الغربي أنثر عمري الوراقية فوق النهر أمضي كالطلوع في الغربي من شرق أجوع يا سلام يا سلام مثل هذا الجمال والله لا يمل أستاذ فاطمة لكن لابد من استراحة بعدها نواصل مشاهدين الكرام نخرج إلى فاصل قصير ومن ثم نعود لا تذهبوا بعيدا ابقوا معنا حياكم الله مشاهدين الكرام وصلنا إلى الفقرة الأخيرة من هذه الحلقة من حلقات برنامج بيت القصيد وعلى تزال معنا الشاعر السوريال أستاذ فاطمة كريم أستاذ فاطمة أهلا بك مجددا يعني فكرة الانتصار للمظلوم وواجب الشعر والشاعر هنا حدثينا عن هذا الإلحاح الضميري فكرة الانتصار للمظلوم في الشعر وكذلك في أخلاق الشعر لنتطرق قليلا إلى ما يحدث في سوريا وفي العالم العربي طبعا أنا أؤمن أن الشاعر يحمل رسالة إنسانية وعليه التماهي مع ألم الناس وأعترف بنظرية التطهير ويجب أن يعبر الشاعر عما يعتري الآخر بقصيدته ويبكيه ليخرج ما في داخله من ألم فإذا كان الانتصار للمظلوم واجب إنساني فكيف هو بالنسبة للشاعر إذا مررنا على ما يحدث في العالم العربي عامة وفي سوريا خاصة مرورا بالربيع العربي وانتهاءا بالزلزال التركي السوري وعودة الناس إلى الخيام هل يجب أن تمر على الشاعر كل هذه الأحداث مرورا الكرام؟ هذا التساؤل يجب أن يطرحه الشعر ماذا؟ كيف يفكر الناس؟ يجب أن يثير الشعر التساؤلات داخل هؤلاء الناس وداخل نفسه ماذا بعد؟ ماذا كان؟ نعم ماذا سيكون؟ أين أنا؟ من أنا أساسا؟ لكن أستاذة فاطمة هناك جمهور من الشعراء المعاصرين يقولون إن شعر القضايا قد انتهى وعلينا أن نتحرر من فكرة الكتابة عن قضايا بعينها باعتقادك هل فعلا الانتماء إلى واقع الناس والانسلاخ من قضاياهم هل فعلا يحرر المبدع؟ بالتأكيد برأيي طبعا أنا برأيي الخاص كيف سينسلخ هذا الشعر عن واقعه عن عالمه عن إنسانيته؟ إذا كان الشعر لا يحمل رسالة فماذا يحمل إذن؟ حسنتي الشعر بالنسبة لي أولا وآخرا قضية هو يحمل قضية يحمل هدف يحمل رسالة كيف سأنسلخ عن كل هذا؟ هل أنا ألقي كلاما هكذا؟ فقط لمجرد الجمال؟ ما معنى هذا؟ يعني أنا لا أفهم بصراحة هذه النظرية ولكن أحتنم بالدهاية جميع الآراء بالنسبة لي الرسالة الأولى للشعر نعم نشر الجمال صحيح والارتقاء بالذائقة الارتقاء بآراء العامة وتحفيزهم على حرياتهم على أن يكونوا هم مهمة الشعر إيصال رسائل إنسانية ولغوية تماشي التطور الأدبي والعالمي في التجريب والتشكيل وغيرها من ألوان الشعر بالنهاية هدفي الأول والأخير أنا بالنسبة لي كفاطمة هو القارئ أحسنتي أحسنتي أستاذ فاطمة ربما كانت فكرة الجمال للجمال تصلح للمجتمعات معينة مجتمعات هادئة مجتمعات لا تتعرض إلى الظلم والاضطهاد والاستعباد والمشاكل ويعني التهجير وما إلى ذلك لكن مجتمعات فيها كل هذه المواجع أظن أن أبناءها بحاجة إلى شعراء يكونون لسانهم ويتحدثون عن آلامهم ويهونونها عليهم ويدلونهم على طريق الخلاص من خلال قصائدهم التي لا تنسلخ عن القضايا طيب رسالتك الذاتية أستاذ فاطمة من الشعر وما هو طموحك الخاص المرجو من هذه الموهبة ألا وهي كتابة الشعر حدثينا بصراحة تفضلي أولا وأخيرا أنه قلت هدفي هو القارئ جميل حقيقة أخراج الآخر الحر الموجود في نفس كل إنسان كسر الخوف كسر القيود البعيدة عن معتقداتنا بل تستنكرها معتقداتنا ما تستعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارة أريد أن أكون أنا أنا أريد أن أتحرر من قيود المجتمع التي ما تزال عالقة فيها ولم أستطع التحرر منها بشكل كامل أنا لا أحكي عن القيود الأخلاقية الأخلاق ليس قيود وإنما هو بسيرة حياة أنا أتكلم عن القيود التي لا نستطيع أن نهرب منها الخوف دائما من كلام الناس ماذا سيقولون إذا فعلت كذا وماذا سيكون إذا كان كذا بالنسبة للشعر يجب أن يكون كسر لكل هذه القيود تحرر تحريض الآخر على أن يكون هو يا سلام أحسنتي ومن تحريض الآخر أيضا أن نقرأ الشعر الذي يدعو إلى إنصاف الإنسان ونصرته وكذلك يدعو إلى التشبث بحقنا في الحياة إلى قصيدة جديدة مما لديك وقرأ ما تحبين تفضل أستاذ فاطمة لا يزال في الوقت متسع جميل شحقة أخيرة لنخب الماء نعم قال السلام قال السلام بأي حق قالها نطق الحروف وليس يدرك حالها أو لم يرى الحراس بين حدودها والريح والريح تحكي للدروب ماء لها أم أم تعري للنوافذ للنوارس قلبها ليت النوارس تقتفي موالها جسد بلا كتف ورأس لفها قلق المدى أن تحط رحالها يا الله رسم اليتام رسم اليتام في الرمال مرادهم أبت المواسم أن تخون رمالها يا سلام لليتم أحلام الخريف ونايه فكأن تمد إلى الرجاء سلالها ما تهمة الأوراق ما تهمة الأوراق تهجر عودها والذنب من أحماله ما نالها مطر مطر تقلب كفتيه مطر تقلب راحتيه غمائم نذرت لأمنية الهطول سجالها ثوب تمرد مرغما طلب اللجوء إلى السماء فأرسلت أسمالها والخيمة العمياء أرقها المكوث على السراب جنوحها أولى لها للأرض للأرض شهقتها الأخيرة للأرض شهقتها الأخيرة ثم ماء في القلوب اختار أن يصدى لها يا سلام يا سلام لا حرمك الله هذا الإبداع أستاذ فاطمة وهذا الحس الإنساني العالي جدا دمت شاعرة مؤثرة وإنسانة لا تنفصل عن واقع أهلها أينما كانت رسالة من أجل قصيدة لم تأتي بعد ماذا تقولين رسالة أوجهها لنفسي كما قلت هي كوني أنت أنت يا فاطمة واكتبي قصيدة الخلود التي ستكون أنت عندما لا تكونين أنت أحسنت أستاذ فاطمة أحسنت بهذا وكما أوصيت فاطمة بكتابة قصيدة الخلود لدينا رجاء بأن تختار من قصائدك واحدة تكون مسك ختام هذه الحلقة الآن نريد أن نسمع منك آخر قصائد هذه الحلقة على أمل تكرار هذه اللقاءات الطيبة تفضلي أستاذ فاطمة إن شاء الله طبعا القصيدة الأخيرة ستكون للشام مهدات للشام والحنين كبير جدا لسوريا الشام أول وآخر القصائد وأول وآخر الأسئلة ودائما هي المقدمة في النفس وفي البيان تفضلي أستاذ فاطمة بالتأكيد الإنسان ابن بيئته بالتأكيد والشام ما أدراك ما الشام وذكريات الشام لا يستطيع الشاعر أن ينسلخ أبدا عن قلبه والشام هي قلبي ضبابي شرودي لما يختب خلف العيون أمس انتهى في سهمها الأول ليلا أتاني بغتة حث انتظاري ألقم الفوضى سكون صوم وميلاد وتاريخ بعيد وبراعم حيرا تنادي ليوم عيد ومراسم كادت تكون صحو شرود هلوسات شمعة كبرى تأرقها الظنوم وطفلة الصورة تخاطب صحوتي أمي ثياب العيد مبتلة تحيي شرودي قيد أنملة فأغدو قلب ثاكلة أضاعت بكلة الطفلة ذكرى تبلل خدها أنا من أكون يا صلاة الهاتف الموعود من أمي تعايدني وترسل صورة الحلوى فأكتب دمعة نضجت مع التكبير أسمعه من التلفاز ينقلني إلى الأسواق والميدان والأموي والفجر الذي زرناه بكرة عيدنا الآخر نخشى من الضحكات نخشى من الضحكات نسرع خطونا للبيت عُتبى وجهه الآخر ربى ملائكة أبي ربى ملائكة أبي لكن عفريتا بنا من خلفه ثائر صحو وأمطار تبلل صفحة المغمور في من يعاند عيده المجنون يا سلام وأنا أم بها من خاتمة أستاذ فاطمة كانت خاتمة القصائد عن الشام أخي مصطفى أريد أن لديك رسالة تفضلي نعم لدي رسالة صغيرة إلى فلسطين تفضلي قصيدة بعنوان أنبياء غيمة العيد دعينا نأخذ مقطعا منها أو أبياتا معدودة ومحدودة لأن الوقت يوشك أن يدركنا ففضلي صدقاتنا ففضلي صفحة لمداد البحر تغتال خطت شموخك قاب الشمس أشبال ولونوا بدموع الغيم مصحفهم فألبس النصر ثوب العيد شوال وسورة من صميم الحوت يقرأها بصوت يونس فجر الصبر أطفال في البحر غزة صادت هيكلا هرما تخشبت في يديه الحرب والحال يا سلام يا سلام ما أجمل هذه الخاتمة أستاذ فاطمة سررنا كثيرا باستضافتك عبر سكايب في هذه الحلقة من بيت القصيد شكرا جزيلا لك لأنك شرفتنا في هذا اليوم شكرا جزيلا شكرا جزيلا لكم الحقيقة الوقت معكم يمضي كالبرق كنت سعيدة جدا 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 وأتمنى استضافتكم أيضا أتمنى أنا استضافتكم في برنامجي قريبا بإذن الله تعالى ونتشرف بذلك شكرا أستاذا مشاهدين الكرام بهذا نصل وإياكم إلى ختم هذه الحلقة من برنامجكم الأسبوعي بيت القصيد في الأسبوع المقبل بحول الله وقوته يتجددوا لقاؤنا وإياكم رفقة شاعر آخر وحتى ذلك الحين لكم مني أطرب التمانية دائما وأبدا كونوا في أمان الله